بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة هل سمعتم بمصطلح السفر إلى الماضي؟ يعني هل يمكن رؤية الماضي؟ هل يمكن أن نعيش في الماضي؟ هل يمكن أن نرى الماضي وكأنه حاضر أمامنا؟ طيب هل هناك إشارات قرآنية لهذا الأمر؟ طبعا هذا الأمر حديث طرحه العلماء حديثا من خلال علماء كبار في القرن العشرين مثل أينشتاين الذي طرح النظرية النسبية الخاصة والعامة وطرح فكرة السفر إلى الماضي طيب يعني هو قال هناك إمكانية إذا تحققت شروط فيزيائية معينة أو تمكننا من السير بسرعة معينة أن نرى الماضي وكأنه الآن يحدث طبعا هذا الأمر أيها الأحبة عقليا يبدو أو منطقيا يبدو غير منطقي ولكن العلم طبعا شيء والمنطق شيء لأن دماغ الإنسان هناك أمور لا يستوعبها ولكنها موجودة إذن كلما تطور العلم توسعت آفاق التفكير لدى الإنسان واستطاع أن يتقبل أفكار أكثر القرآن العظيم يشير إلى هذه الحقيقة التي هي تعتبر اليوم نظرية علمية ولكن ممكن تحقيقها المهم أخي الحبيب القرآن فيه آية عظيمة الله تعالى يقول فيها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا سوف ترى أعمالك وكأنك تقوم بها الآن ووجدوا ما عملوا حاضرا وبالتالي يعني أنا أريد أن أتخيل يعني كيف ووجدوا ما عملوا حاضرا دعونا نلجأ لإمكانية التعرف أو إمكانية رؤية الماضي طبعا أيها الأحبة العلم يأتي ليطابق القرآن عندما يصل العلماء إلى نظرية تصبح بمثابة حقيقة علمية نجد أن القرآن العظيم قد سبق إلى الحديث عن هذه الحقيقة العلمية اليوم أيها الأحبة يعني أنا لدي آية في القرآن وأحب أن أفهمها على ضوء العلم الحديث الله تعالى يقول ووضع الكتاب وصيغة المبني للمجهول هنا فيها رهبة فيها خوف فيها تساؤل لم يقل وضعنا أو الله وضع وضع ووضع الكتاب دائما صيغة المبني المجهول تعطيك شيء من الرهبة والخوف والتساؤل والمفاجأة وعنصر المفاجأة لأن الكتاب سيعرض فجأة عليهم يتفاجأون لم يكن هذا الكافر يتوقع أن يعرض عمله أمامه لأنه في البداية سينكر سيقول والله ربنا ما كنا مشركين سيقول أنا كنت مؤمن سينكر في البداية لأنه تعود على الكذب ولكن عندما يرى عمله أمامه بل هم اليوم مستسلمون يستسلم تماما مثل المجرم في قاعة المحكمة يمكن أن يجلس سنوات وهو يكذب ولا يعترف بالجريمة وعندما يعرض فيلم فيديو عن هذه الجريمة يصور هذا المجرم وهو يرتكب الجريمة يستسلم هذا المجرم وينهار ولا يجد مهربا من الاعتراف سبحان الله يوم القيامة كأنك ستكون في قاعة محكمة ولكن هناك ليس مجرد فيديو هناك عملك ستراه حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا إذن أخي الحبيب منذ هذه اللحظة اعمل حسابك كل منكر تقوم به ستراه أمامك يوم القيامة كل كذبة تكذبها ستراها أمامك لا تظن أنك تكذب والأمور تمشي لا ستراها حاضرة أمامك أي عمل سيء تقوم به قبل أن تقوم به فكر قليلا وقل أنا هذا العمل سيعرض علي يوم القيامة أمام الله في موقف لا ينفع يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطلها بقلب سليم طبعا هنا أيها الأحبة القرآن يقول ووضع الكتاب بالماضي طب الكتاب لم يضع الكفار موجودون اليوم الملحد موجود ويهاجم الإسلام ويهاجم الله سبحانه وتعالى ويهاجم الأنبياء ويتكبر ويكفر طب موجود لماذا القرآن يستخدم صيغة الماضي ووضع الكتاب ثم يقول ووجدوا ما عملوا حاضرة لم يقل سوف يجدون لا وجدوا لأن الماضي لأن المستقبل لأنه بالنسبة لله أخي الحبيب يعني يضع هذه القاعدة في دماغك أنا لماذا أنتظر المستقبل ولا أعلم ما الذي سيجري في المستقبل لأنني مخلوق مثلي مثل الزمن يعني الزمن مخلوق وله سرعة جريان معينة وأيضا أثبت أنشتاين أن أن مرور الزمن أو سرعة الزمن تختلف باختلاف سرعة الإنسان باختلاف سرعة الجسم المتحرك يختلف الزمن بالنسبة له ولكن نحن لا نلاحظ اختلافات الزمن لأننا لا نستطيع أن نصل إلى أعلى من سرعة الضوء ولا حتى سرعة الضوء لا نستطيع أن نصل فإذن هنا الله عز وجل استخدم صيغة الماضي لأنه لا يجلس وينتظر مثلنا نحن لا ننتظر لأننا مخلوقون ولكن الله هو الخالق يعني هو خلق الكون وخلق يعني هذا هو الزمن مثلا لنفرض يعني ولله المثل الأعلى طبعا هذا هو الزمن هنا أيها الأحبة في المنتصف هذا الحاضر لحظة الحالية وهنا المستقبل وهنا الماضي أنت تستطيع أن ترى اللحظة الحالية لا تستطيع أن ترى الماضي إلا إذا استخدمت كاميرا الفيديو المستقبل لا تستطيع أن تراه أبدا يعني الله عز وجل سمح لنا برؤية الماضي من خلال اختراع الكاميرات والتصوير ولكنه لم يسمح ولن يسمح برؤية المستقبل لماذا؟ لأن أحدنا إذا علم المستقبل ستكون حياته تعيسة سيعلم متى سيموت سيعلم كل شيء وستصبح الحياة فوضى وعشوائية إذن الله عز وجل خلق هذا الزمن هذا محور الزمن ونحن البشر هنا فهو خلق الكون والبشر وخلق الزمن فهو لا يمر عليه الزمن سبحانه وتعالى هو لا يجلس وينتظر ماذا سيحدث غدا لا هو خالق الزمن وبالتالي المستقبل بالنسبة لله كأنه ماضم بالنسبة لنا كأنه تم ونتهى هو خلقه فالزمن مخلوق وبالتالي الله يرى الله عز وجل بما أنه هو الذي خلق الزمن يعني لو اعتبرنا هنا بداية خلق وهنا يوم القيامة مثلا يعني أنا أحاول أن أقرب الفكرة فإن الله يرى بنفس اللحظة بداية الخلق ويرى اللحظة الحاضرة ويرى المستقبل لذلك سمى نفسه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا وقال أيضا سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين إذن هذا الإله العظيم أخي الحبيب ليس بحاجة أن ينتظر مثلنا ينتظر ماذا سيحدث في المستقبل بل هو خالق المستقبل وخالق الزمن وبالتالي يتحدث بصيغة الماضي وهذا أمر طبيعي فهذا من إعجاز القرآن ويشهد على صدق النبي لأن القرآن لو كان من تأليف النبي عليه الصلاة والسلام لماذا يستخدم صيغة الماضي وهي صيغة غير مألوفة بالنسبة للعرب يعني بالنسبة للغة العربية لدينا الماضي والحاضر والمستقبل والعرب عندما كانوا يريدون أن يعبروا عن حدث مستقبلي يقولون سوف يحدث كذا سوف نرى كذا سوف يستخدمون السين أما أن نجد أن القرآن يتحدث بصيغة الماضي ليصف لنا المستقبل معنى ذلك أن الله عز وجل يرى هذا المستقبل وبالنسبة له يعتبر ماضي شيء تمنتهى سبحانه وتعالى يعني ولله المثل الأعلى لأقرب لك الفكرة إذا كنا نحن نشاهد فيلم فيديو فيلم يعني وأحداث هذا الفيلم أن بطل الفيلم سمثلا سيقتل أو كذا سيموت طيب أنا بالنسبة لي لا أعلم ما الذي سيحدث ولكن الذي رأى الفيلم قبلي يقول أن بطل الفيلم مات بالتمثيل يعني هو يستخدم صيغة الماضي لماذا؟ لأنه رأى رأى الفيلم قبلي أنا فأنا لا أستطيع أن أستخدم صيغة الماضي طبعا هذا مثال يعني ولله المثل الأعلى نحن نقرب فقط الأمور فالله عز وجل خلق محور الزمن أو خلق الأجل أو الزمن فيرى الماضي ويرى الحاضر ويرى المستقبل من نفس اللحظة وبالتالي هو عالم الغيب لأن الماضي من الغيب والمستقبل من الغيب وهو يرى كل شيء سبحانه وتعالى فهنا استخدم القرآن صيغة الماضي ليصف لنا المستقبل طيب إذن الله يرى الماضي والمستقبل كيف لا يراهما وهو خالقهما سبحانه وتعالى هنا أيها الأحبة أنا أود أن أعيش هذه الدقائق القليلة مع تحديدا مع هذه الكلمات ووجدوا ما عملوا حاضرا سيجد أعماله حاضرة طيب هل يمكن أن يتحقق ذلك لو جاء ملحد وقال أثبت لي أنك يمكن أن ترى الماضي لأن بالنسبة للملحدين الماضي انتهى فلا يمكن العودة إليه وبالتالي ينكرون البعث وينكرون الحساب لأن هذا العمل انتهى الماضي طيب هنا أنا لدي نظرية اسمها النظرية النسبية التي وضعها أنشتاين في مطلع القرن العشرين تؤكد بأن الزمن لا يسير بلمح البصر بل له سرعة الزمن له سرعة والسرعة هذه هي سرعة الضوء هي 300 ألف كيلومتر في الثانية تقريبا الضوء يسير في الفراغ أو في الفضاء بسرعة تقترب من 300 ألف كيلومتر في الثانية الواحدة وهذه أقصى سرعة كونية يمكن نوصول إليها مع أن العلماء اليوم يتحدثون عن سرعات أكبر من سرعة الضوء بكثير وهناك العديد من الدراسات والأبحاث يقولون هناك إمكانية كبيرة للسير بسرعة أكبر من سرعة الضوء عندما تصل سرعة أي جسم إلى سرعة قريبة من الضوء هنا أيها الأحبة يتباطئ الزمن عندما تسير بسرعة يعني كبيرة جدا يعني مثلا 100 ألف كيلومتر في الثانية وهذه السرعة لا يمكن لمخلوق أن يسير بها لماذا؟ لأنه سيتحول إلى جسيمات أولية يعني الإنسان لا يمكن لذراته أو أن يتماسك مع هذه السرعة فعندما يصل لسرعة الضوء يتلاشى الزمن لأنك كلما أسرعت أكثر يخف الزمن يعني حتى هناك مثال ضربه أنشتاين وغيره وغيره أن هناك إنسان ذهب إلى الفضاء بسرعة الضوء ومكث مثلا 20-30-50 سنة سينزل إلى الأرض يرى أباه أو يرى أبنائه أكبر منهم يعني الإبن على الأرض مر عليه الزمن يعني مثلا 50 سنة أصبح عمر هذا الطفل 50 سنة الذي ولد الآن أصبح عمره 50 سنة الأب الذي غادر وعمره 20 سنة مثلا غادر بسرعة الضوء ورجع لم يمر عليه الزمن فيرجع إلى الأرض وعمره 20 سنة طبعا هذه فرضيات ولكن يعني من النحية العلمية الصحيحة سيجد ابنه أكبر منهم سيجد ابنه عمره 50 سنة مرت عليه 50 سنة أما الأب الذي صعد وعمره 20 سنة مثلا لم يكبر لماذا لأنه يسير بسرعة الضوء وسرعة الضوء يتوقف عند هذا الزمن فهنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لدي أنا حادثة المعراج عندما عرج النبي عليه الصلاة والسلام ورجع وفراشه دافئ يعني الرحلة كلها تمت في جزء من ثانية ربما ولكن تم فيها أحداث كثيرة جدا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ركب على البراق وسار به بسرعة أعلى بكثير من سرعة الضوء لذلك أنت عندما تسير بسرعة أعلى من سرعة الضوء بعض النظريات تقول يمكن أن ترى المستقبل أيضا لذلك النبي رأى في الرحلات بالمعراج رأى عذاب الكفار ورأى عذاب تارك الصلاة ورأى عذاب من يدخل في أعراض الناس ورأى أنواع من العذاب لذلك بعض المشككين أنكر هذه الرواية لأن عقله لم يستوعبها ولكنها من الناحية العلمية الصحيحة طيب عندما نسير بسرعة أكبر من سرعة الضوء أيضا يمكن أن نرى الماضي طيب كيف ذلك سأقول لكم أيها الأحبة في مثال مهم جدا نحن الآن على الأرض إذا رصدنا مجرة مجرة تبعد عنها 65 مليون سنة ضوئية هناك مجرات تبعد عن الأرض ملايين السنوات الضوئية لنختار مجرة عليها فيها كواكب تبعد عن الأرض 65 مليون سنة ضوئية طيب نحن عندما ننظر إلى هذه المجرة من الأرض نحن نرى شكلها قبل 65 مليون سنة لا نرى شكلها الآن ونرى شكل الكواكب إذا تمكننا من رصد هذه الكواكب من الأرض سنرى حال الكواكب على ما كان عليه قبل 65 مليون سنة يعني هو نفس الزمن الذي يفصلنا أو المسافة التي تفصلنا وهي 65 مليون سنة ضوئية طبعا السنة الضوئية هنا أيها الأحبة هي واحدة لقياس المسافات وليس لقياس الزمن يعني الضوء قلنا يسير كم؟ 300 ألف كيلومتر في الثانية الواحدة فخلال سنة كم يسير أضرب؟ خلال مليون سنة كم يسير؟ إذن المليون سنة ضوئية هي ما يقطعه الضوء في مليون سنة وال65 مليون سنة ضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في 65 مليون سنة طب الآن لنفرض لنفرض الآن أننا استطعنا أن نصعد إلى هذه المجرة بلمح البصر يعني بسرعة أكبر بكثير من سرعة الضوء يعني خلال مثلا دقائق استطعنا أن نصل بمركبة فضائية إلى كوكب موجود في هذه المجرة التي تبعد عنها 65 مليون سنة ضوئية واستطعنا أن ننظر إلى الأرض ماذا سنرى؟ ماذا سنرى على الأرض؟ سنرى شكل الأرض قبل 65 مليون سنة لاحظتم لأن المسافة التي تفصلك عن الكوكب الذي ترصده هذه المسافة هي مسافة زمنية يعني أنت لا تستطيع يعني الضوء يحتاج حتى يصل من الأرض إلى هذه المجرة 65 مليون سنة تمام؟ وبالتالي أنت إذا قدر لك أن تجلس على هذه المجرة أو على كوكب من كواكب هذه المجرة وتنظر إلى كوكب الأرض سترى انقراض الديناصورات قبل 65 مليون سنة لن ترى الأرض الحالية سترى ماضي الأرض إذن أنت استطعت أن ترى الماضي بهذه رأيت أخي الحبيب تراه رؤية يقينية وهو يحدث أمامك فالله عز وجل يوم القيامة يخلق قوانين مختلفة عن قوانين الأرض حاليا والأرض تكون مختلفة السماوات مختلفة كل شيء مختلف حتى أجسام العباد ونظام عمل الخلايا مختلف الخلية الآن إذا عرضتها لدرجة حرارة 100 درجة مئوية تموت أو 200 درجة مئوية تموت بينما في جهنم درجة الحرارة حسب الحديث النبوي 77 ألف درجة مئوية على رغم من ذلك الله تعالى يقول لا يموت فيها ولا يحيا الخلايا ستخلق لتتحمل درجات حرارة عالية يوم القيامة وبالتالي كل شيء مختلف فبما أن القوانين مختلفة فأنت سترى أعمالك وهي تحدث أمامك تماما كأنك تنظر من هذه المجرة البعيدة إلى الأرض وتردين الصورات وهي تنقرض لاحظت أخي الحبيب فهنا يعني بالنسبة لقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا من الناحية العلمية إذا تغيرت القوانين وتبدلت القوانين وهي ستتبدل لأن الأرض ستبدل والسموات وبالتالي تتبدل قوانين فيزيائية فهناك إمكانية أن ترى أعمالك وكأنها تحدث الآن أمامك فانظر أخي الحبيب يعني بالله عليك أنت الآن إذا ارتكبت معصية يعني هل تحب أن ترى ذلك يوم القيامة أمام الله عز وجل ما موقفك لذلك يجب أن تتراجع وفي حال أن المعصية تمت يجب أن تسارى بمحو هذه إن الحسنات يذهبن السيئات يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فيجب أن تسارى لتمحو بالفعل التوبة الصادقة والعمل الصالح تمحو الخطايا النبي أكد ذلك عليه الصلاة والسلام أن الصلوات الخمس تمحو الخطايا فإذن عندما نفهم هذه الآية بهذا الشكل يجب أن نسارع لأن ماذا أن نمحو الخطايا التي ارتكبناها بأعمال صالحة وأن نمتنع عن الأعمال السيئة ونكثر من الأعمال الصالحة لكي نرى أمامنا يوم القيامة أعمالنا الصالحة طبعا النظرية النسبية أيها الأحبة باختصار شديد تقول بأن كل شيء في الكون نسبي فنحن مثلا نعيش على أرض نراها ثابتة ولكنها في الحقيقة تدور بسرعة كبيرة حول محورها وتدور بسرعة أكبر حول الشمس أيضا وتنجرف هذه الأرض مع المجموعة الشمسية بما فيها الأرض والقمر والكواكب بسرعة عالية جدا حول مركز المجرة وتنجرف مع المجرة أيضا في مسار لا يعلمه إلا الله وهكذا عدد كبير من الحركات لذلك الله تعالى قال وكل في فلك يسبحون وفي آية أخرى كل في فلك يسبحون طيب إذن القوانين أيها الأحبة عندما تتغير يمكن أن يرى الإنسان الماضي يعني لو قدر لنا أن نسير بسرعة أكبر من سرعة الضوء يمكن أن نرى الماضي وهذا ليس خيال علمي هذه حقائق علمية ولكن القانون غير موجود الآن غير متوفر يعني أنا لا أستطيع أن أسير بسرعة الضوء ولكن من الناحية العلمية هذا ممكن طبعا وهناك أمر مهم في النظرية النسبية أن أي حادثة تحدث الآن لا يمكن أن نراها بنفس اللحظة إنما تستغرق زمنا يتعلق ببعدها عنه يعني حتى أنا الآن عندما أنظر إلى مكان معين وأرى مثلا حركة سيارة معينة حتى يصل ضوء هذه السيارة لعندي يأخذ زمن معين زمن ضئيل جدا غير مدرك بالنسبة للعقل البشري ولكنه موجود وبالتالي إذا انفجر نجم يبعد عن الأرض ألف سنة ضوئية لن نرى هذا الانفجار إلا بعد ألف سنة وهو الزمن اللازم ليقطع الضوء هذه المسافة طبعا هنا أيها الأحبة الزمن يعني نحن يعني كل ما نرى كل ما نرى أحبتي في الله هو يعني اللحظة يعني الماضية لا نرى اللحظة الحاضرة تماما مئة بالمئة ولكن يوم القيامة سترى أعمالك حاضرة أمامك وهنا طبعا أنا وضعت يعني جدوى البسيط أننا ما دمنا نسير بسرعة أقل من سرعة الضوء وبالفعل نحن الآن سرعتنا أقل بكثير سرعة الضوء الثلاثمائة ألف كيلومتر في الثانية نحن كم نسير في الثانية كم متر لاحظتم أقل بكثير فنحن مأسورون برؤية الماضي عندما نسير بسرعة الضوء نكون في اللحظة الحاضرة وأكبر من سرعة الضوء نعود لرؤية الماضي لذلك في القرآن العظيم حتى عندما نرى الحديث عن الجنة الله يستخدم صيغة الماضي وأزلفت الجنة للمتقين لأن الله يرى المستقبل بالنسبة لله هو ماضي شيء هو خلقه سبحانه وتعالى هو كما قلت لكم لا يجلس لا يجلس وينتظر ماذا سيحدث هذا نحن البشر نجلس وننتظر أما الله عز وجل هو عالم كل شيء سبحانه وتعالى لذلك يقول وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين برزت ماضي مبني المجهول وقيل لهم أينما كنتم تعبدون قيل بالماضي سبحان الله يعني هذا من عجائب القرآن العظيم لذلك هنا أيها الأحبة يجب أن نتأمل هذه الآية قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون لذلك أيها الأحبة يعني يجب أن تعتقد أنك سترى أعمالك حاضرة أمامك هذه طبعا أمامنا الصورة لمجرة تبعد عننا ملايين السنوات الضوئية ونرى شكل المجرة قبل ملايين السنوات هذا شكلها قبل ملايين لا نستطيع أن نرها في اللحظة الحالية لأن الضوء الذي انطلق منها قبل ملايين السنين وصلنا الآن فنحن نرى شكلها قبل ملايين السنين لذلك هنا الله عز وجل يعلم الموقع الحقيقي لهذه المجرة وهذه النجوم فيها لذلك قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فإذن هذه المجرة قد تكون انفجرت قد تكون ماتت قبل ملايين السن نحن لا نعلم الضوء انبعث منها قبل ملايين السنين ووصلنا الآن فنحن نرى شكلها في الماضي إذن نحن نعيش في الماضي أيها الأحبة طبعا قلنا إن القوانين الفيزيائية ستتغير يوم القيامة الله تعالى يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله جميعا وبرزوا لله الواحد القهر فهنا أيها الأحبة باعتبار أن هذه القوانين لا نعلمها ولكن من الناحية العلمية كما قلنا هناك إمكانية لأن نعيش في هذه القوانين وأن نرى الماضي لذلك الله تعالى يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهر ثم يقول يخاطب كل إنسان لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد إذن سوف ترى أشياء في الماضي لا تستطيع أن تراها في الدنيا ولكن يوم القيامة سترى الماضي أيها الإنسان لذلك يوم القيامة الأمر مختلف تماما القوانين مختلفة وكل شيء سيتغير وسيصبح بصرك حديدا يعني حادا جدا وترى الملائكة ترى النار الآن لا نستطيع أن نرى أي شيء سوى الأشياء المادية الملموسة أما يوم القيامة سوف ترى الشيطان ترى الملائكة ترى النار ترى الجنة طبعا هنا معجزة المعراج أيضا النبي عندما عرج إلى السماء ورأى أصحاب النار يعذبون فيها رأاهم رؤية حقيقية رأاهم رأى المستقبل في نفس اللحظة لأن القوانين تغيرت ببساطة ونحن يعني القضية كلها قضية قوانين فيزيائية أيها الأحبة نحن الآن على الأرض محكومون بقوانين معينة إذا ذهبنا إلى كون آخر إلى مجال آخر تحكمه قوانين أخرى سنخضع لهذه القوانين ونتعود عليها يعني إذا ذهبنا إلى كون آخر هناك إمكانية لرؤية المستقبل سترى المستقبل ستعلم الغيب وهكذا أيها الأحبة لذلك الذين أنكروا المعراج لم تتخيل عقولهم هذه القضية طبعا هنا أيها الأحبة الله تعالى يقول ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى إذن النبي لم يرى هذه الأشياء في المنام رأاها حقيقة لأنه بمجرد أن خرج من الأرض وركب البراق تبدلت القوانين وأصبحت هناك قوانين أخرى يستطيع من خلالها أن يخترق حاجز الزمان والمكان ويسير بسرعة أكبر من سرعة الضوء ومن الناحية العلمية هذا لا يوجد فيه أي مشكلة علميا يعني علميا هذا الشيء صحيح يمكن أن يحدث وبالتالي حادثة المعراج يمكن أن نصدقها إذا آمننا أنه رسول الله ليست غريبة وطبعا هنا أيها الأحبة كلمة المعراج كلمة أيضا فريدة يعني الله لم يسمها الصعود أو الطيران بل المعراج لأن فيها إيحاء بالعروج التعرج لأنك في الكون لا تستطيع أن تسير بحركة مستقيمة بسبب تركيبة الكون حتى الطرق بين المجرات متعرجة لا يوجد خطوط مستقيمة لذلك سميت المعراج يعني اسم الحادثة يشهد على صدقها سبحان الله طبعا هنا يعني أنا يحضرني في هذا المقام محاولة لبعض المشككين ألفوا كتابا سموه الفرقان الحق للأسف يعني وحسب معاجم اللغة فإن كلمة الفرقان تعني الذي يفرق بين الحق والباطل يعني كلمة فرقان يعني يفرق بين الحق والباطل فإذا قلت فرقان حق معنى ذلك أن هناك فرقان باطل فالمصطلح غير صحيح يعني أن تقول الفرقان الحق العنوان غير صحيح يعني سبحان الله أرادوا أن يؤلفوا كتابا مثل القرآن فأخطأوا حتى بالعنوان فما بالك ما تبقى يعني لذلك في القرآن الكريم كلمة الفرقان تذكر كلمة من دون صفة يعني تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذر ليس له صفة لأنه هو يفرق بين الحق والباطل فمن الخطأ اللغوي أن تقول فرقان حق فسبحان الله أرادوا أن يؤلفوا كتابا على أساس أنهم جاءوا بمثل القرآن فمن العنوان تجد الخطأ فلا دعي أن تقرأ ماذا يوجد من كوارث وأخطاء داخل هذا الكتاب لذلك أيها الأحبة العلماء هنا لا يعني أنهم سيتمكنوا من رؤية الماضي أو رؤية المستقبل الغيب لا يعلمه إلا الله الله تعالى يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فإذن أيها الأحبة علم الغيب هو عند الله تعالى فقط لا يعلمه إلا الله أما من الناحية العلبية ممكن لو توفرت القوانين والشروط والبيئة الفيزيائية يمكن أن نرى الماضي ويمكن أن نرى المستقبل ويمكن أن نعلم الغيب أيضا ولكن نحن غير متوفر لدينا هذه القوانين وهنا أيها الأحبة وجود هذا الأسلوب في القرآن الكريم وجود خطاب في القرآن يتحدث بلغة بصيغة الماضي عن المستقبل ويقول لك ووجدوا ما عملوا حاضرا هذا دليل على أن الله هو الذي أنزل القرآن وليس من تأليف بشر لأن هذا غير معروف في أساليب اللغة يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو كان هو من كتب القرآن من أين جاء بهذا الأسلوب الفريد في التعبير إذن هذه الآيات تشهد على صدق قول الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا طبعا هنا النبي عليه الصلاة والسلام لو جاء بأشياء من عنده إذن من الممكن أن يخطئ في تسمية المعراج فلماذا سمى هذه المعجزة بالمعراج لماذا تحدث عن المستقبل بصيغة الماضي وكيف ضمن أن الناس سيقبلون منه هذا الأسلوب الجديد وغير مألوف يعني لماذا لم يخطئوه وهم أرباب اللغة والفصاحة لماذا لم يقولوا أنت أخطأت إذن معنى ذلك أن الله هو الذي أنزل هذا القرآن وأراد لنبي عليه الصلاة والسلام أن يعني يكون لديه هذه المعجزات التي يصدقها الناس وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فعلى الرغم من كراهة كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وتحديهم له وتأمرهم عليه إلا أنه انتصر عليهم جميعا والإسلام انتشر وانظروا اليوم كم الإسلام يعني عظيم إذن أيها الأحبة أنا لا أريد أن أطيل عليكم أكتفي بهذا القدر والبحث طويل جدا طبعا والبحث في موضوع الزمن والسفر للماضي أو للمستقبل البحث طويل جدا وممتع حقيقة يعني إن شاء الله يمكن أن نتناوله في لقاءات قادمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه عليم حكيم مجيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته